مرحبا فيكم حبايز ببرج الحمل اكتر اشتقتلكم بحبكم. اليوم رح تكون قراءة توقعات لاهم الامور اللي ممكن تكون يعني بشكل عام. فخلينا نشوف برج الحمل. شو اكتر شي مسيطر على هاي الفترة. الباين ورق اه حلو. خلينا نسحب عشان. بيقول لك لبرج الحمل اه يعني يكون حقيقي بالنسبة اه لا لك. اه وكأنك يا برج الحمل الك فترة اه ما عم تتواصل او ما عندك الوقت عشان تتواصل مع روحك الداخلية مع طاقتك الكامنة اللي جواتك. اه بيقول لك كون حقيقي مع حالك يعني وكأنك عم بتكون بعيد اه عن عن نفسك عن حاجاتك حاجياتك عم بتفكر يمكن اه باللي حواليك. هلا بنشوف الورق شو بيقولنا. اه بس بيقولنا انه ما تضحك على حالك. هذا الكرت بيقول لبرج الحمل ما تضحك اه على حالك. يمكن في اه خبرية مو صح او امور اه كنت انت مرتب عليها شغلات. اه ما كانت اه صح. فا اه بيقول لك انه اكتر اشي اه كون بهاي الفترة حقيقي مع حالك وما توهم حالك بامور مش موجودة. وفعلا بالقراءات السابقة طلع لبرج الحمل كتير في عنده اوهام او اه خلينا نقول اكاذيب اه شغلات كانت اه تطلع بطريقه وخاصة مع الشريك او اه شركاء العمل. اه خلينا نشوف شو ممكن يكون في بعقله الباطن. يعني مرة واحدة. ازا اه برج الحمل بس خلينا نشوف اه طاقته في هاي الفترة كيف رح تكون معقول تكون. اه طاقت برج الحمل بما انه تعبان اه له فترة. طاقته لبرج الحمل بهاي الفترة رح يكون اه اللي هو مش مقدام. اه ما رح يكون مقدام بهاي الفترة وانه ياخد اه خطوات رح يكون شوي اه خلينا نقول بدرس كتير الخطوات وهاي عكس طبيعة اه برج الحمل. برج الحمل اه الشي اللي مقتنع فيه و اه وحابه يعني بيعمله بسهولة بياخد القرارات بسهولة. وانسان مسؤول يعني بس بهاي الفترة رح يكون متحفز. اه في فترة اه ثلاث اشهر. رح يكون اه في دور المتلقي. اه خلينا نقول ما في مبادرات. اه في خوف من موضوع اه معين. اه رح شوي يعني ياخد خطوة للورا. بالنسبة لا اه طاقته. اه عنده شعور اه بخلينا نقول بنقل انعزال. اه او انه اكتشف اه رح يكتشف موضوع اه معين يخليه يبعد عن الاجواء. عكس طبعا كمان اه خلينا نقول عكس. اه طبيعة برج. برج الحمل يعني بيحب كتير اه يكون اجتماعي وكزا. فا اه بهاي الفترة رح يكون اه طاقته عبارة عن انه رح ياخد خطوة للورا. رح يستنى من الاطراف الاخرى هي اللي تبادر. اه رح يكون اه بعيد نوعا ما يعني بيحاول يختفي اه شوي من الاجواء او من اه يعني بشكل عام. اه مو شرط مع الشريك اه او مع الحبيب اه او العاطفة. بشكل عام حتى بالحياة الاجتماعية انا شايفة من الورق انه برج الحمل شوي رح يحاول ينسحب ويختفي شوي عن الصورة. اه بده يكون لحاله خلينا نقول فترة اه يعني اه تأمل فترة شوي زعل عم يزعل وعم بيفكر في اشياء اه سابقة اه مش هو السبب فيها ولكن عم بيحاول عم بيحاول انه اه يعني شو بدي اوصفها انه يجلد نفس عنده اه جلد الذات اه هاي الفترة كتير كبير فزعلانا انا بنبرج الحمل لش عم بيفكر بهاي الطريقة اه عم بعد يعني الاكواب المسكوبة مع انه في اكواب اه واقفة في فرص اه قدامه عم بشوف في فرصتين قدامه لبرج اه الحمل من الناحية خلينا نقول العملية اكتر من العاطفية. اه فرصتين حلوين لبرج الحمل ممكن انه اه يطلقط بوحدة منهم. على فكرة في واحدة منهم كان له فترة اه طويلة عم بيحكي مع حدا او عم بيحاول اه خلينا نقول اه يتواصل مع اه حدا مهم حدا مسؤول اه علشان يزبط له هذا الموضوع اه بس انا شايفة في هذا في هذا الوقت في التلات اشهر هدول معقول كتير خاصة بالشهر التاني اه خلينا نتفق انه تلات اشهر هم تمانية تسعة عشرة. فا اه بشهر تسعة معقول كتير انها تتبلور هاي الفرصة وتكون اه بين ايديك لبرج اه الحمل في فرصتين راح تختار الفرصة اللي منها اه واحدة منهم. فعم بشوفك كتير اه يعني من بعد اه التعب كتير عم بتكون اه مبسوط. اه من ناحية العمل ايضا في ترقي في العمل في اه فكرة جديدة كنت اليك فترة عم بتأجلها بتأجل بتأجل ولكن هاي الفترة راح اه يعني راح تطبق هذا الموضوع اما يكون اه ريسيرج او انا شايفة فكرة موضوع فيو ابداع فيو فن فيو يعني مشروع خلينا نقول اه على الصعيد العملي راح اه يتبلور في هاي الفترة ورح يعني كيف اه برج الحمل راح يلمع نجمه اه في هاي الفترة. اه من الناحية العاطفية اه عم بشوف برج الحمل عم بزعل اه على اه خلينا نقول على الشريك او فيه شوية زعل مع الشريك مع انه مش مبين انه في اه انا بحكي بشكل عام اه يعني اه مو شرط منفصلين او 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 على علاقة بشكل عام اه اه الشريكة عم بيكون شوي بعيد اه عم بيكون مع حدا تاني اه فيه فرصة تاني راح تكون لبرج الحمل فرصة رائعة جدا اه لبرج الحمل حتى العزاب اه منهم والمنفصلين كمان راح تكون في اه فرصة كتير حلوة اه شخص اه خلينا نقول على تناغم على آآ معك راح يظهر آآ فجأة ممكن باجواء الشغل ممكن بآآ لقاءات مع الاصحاب او كزا بس انا شايف فيه جمعة يعني في فيه جمعة حتتعرف آآ عليها فيها على هذا الشخص آآ الجديد آآ راح يكون شوي شبهك لبرج الحمل آآ بتحسوا انه بتعرفوا من فترة طويلة خلينا نقول آآ للمنفصلين من برج الحمل شايف هاي الفترة فيه كتير احتمال كبير انه يصير آآ في مصالحة خلينا نقول ولكن من طرفك انت يا برج الحمل آآ مع انه انا شفت انه آآ طاقتك هاي الفترة آآ ما اخذ خطوة لورا وما عم تكون آآ مقدام او ما عم تعطي آآ خلينا نقول خطوات لكن شايفيتك بالورق اللي سحبناه انه انت معقول انه تاخد خطوة ناحية آآ الحبيب وشايفة حتى اللبس نفسه حتى الافكار راح تكون كتير متقاربة آآ الحبيب راح يكون عم بستنى يعني على على نار انا شايفة عم بستنى بفارر الصبر لحتى برج الحمل آآ يحكي معه فا يعني حلو كتير آآ شايفة في كتير آآ تناغم هاي الفترة بناتكم آآ شايفة انه بعض العوائق اللي كانت موجودة او اللي انتو يعني مركزين عليها بالفترة الماضية هي انا ما بشوفها عوائق ابدا آآ لانه كل علاقة عاطفية الا ما يكون فيها يعني بعض الامور اللي يعني مش متماشية مع مع الشي اللي بدنا اياه ولكن شايفة انه آآ هاي الفروقات او هاي الامور الصغيرة او خلينا نحكي الاشخاص اللي آآ واقفين في طريق هاي العلاقة راح شوي خف آآ دورهم شايفة فيه لقاءات آآ متعددة لبرج الحمل مع الحبيب آآ حتى لو كان يعني على علاقة او منفصل آآ بكل الحالتين آآ راح يكون فيه تواصل حلو كتير هاي الفترة آآ تناغم آآ فيه ترابط آآ روحي آآ فيه اتفاق على آآ امور كان قبل آآ عم بتشاجروا عليها عم تتشاجروا عليها انت والشريك يا برج الحمل لكن هاي الفترة عم بشوف كتير آآ فيه خلينا نقول آآ تتفقوا مع بعض آآ راح تعدوا راح تتفقوا مع بعض آآ الشخص اللي آآ كتير كان ماخد موقف من برج الحمل راح يكون آآ خلينا نقول آآ آآ راح يكون اقل حدية من الفترة الماضية شفنا الشريك بالقراءة الماضية شريك لآآ برج الحمل كان على يعني حدية وعلى آآ عصبية معينة لكن بالفترة اللي قلنا عليها راح يكون في آآ اللي هو لين من الطرفين الطرفين راح يحاولوا انه يمشوا المركب ويودوا العلاقة لمطرح حلو فعاطفياً عم بشوف كروت كتير حلوة لبرج الحمل آآ شايفة في يعني انتو التنين راح تنتصروا على العوائق او على شخص على الاقل كان واقف آآ يعني كان واقف آآ موجود آآ بعيق هذا الحب او بعيق هاي العلاقة آآ عم بشوف آآ شريكك يا برج الحمل متلقط فيك يعني وآآ كتير شريك آآ ففي تبادل مشاعر عم بشوف آآ من برج الحمل ومن الطرف الآخر عم بشوف نفس آآ الاقبال او نفس آآ الافكار بالفترة آآ الجاي شي حلو كتير آآ بالعقل الباطن لبرج الحمل آآ راح يكون كتير مترقب وعم يفكر بآآ موضوع معين ان كان على الصعيد العملي او العاطفي آآ او حتى الصحي يعني مترقب موضوع معين وهذا الموضوع راح يسير بالزبط متل ما بدك في الشهر التاني اللي هو شهر تسعة آآ راح يكون آآ خلينا نقول متبلور او موجود آآ مثل ما بدك وزيادة مبين انه آآ راح يسير في خلينا نقول آآ اللي هي تسهيلات آآ لهذا الموضوع انه يسير آآ عم بشوفك يا برج الحمل متخوف كتير من هذا الموضوع ولكن آآ شايفي انه خوفك مش بمحله ابدا آآ بالنسبة للفيري كار طلعت لك آآ آآ بيقول لك عبر عن حالك اكتر آآ يعني حتى قدام الاشخاص آآ اللي ما بيعرفوك اقدم احلى آآ ما عندك هاي الفترة لانه يعني مبين من الطاقة ومن الاوراق انه آآ راح تكون في فرص كتير حلوة من العاطفة ومن العمل آآ حتى الصحة عم بشوفها آآ رايحة من آآ مكان كتير صعب من مكان كتير آآ خلينا نقول صحة ما كانت آآ اوكي يمكن الصحة النفسية مش شرط آآ بس آآ عضويا آآ لكن رايحة للمطرح الحلو شايفي عم تهتم منيح بمصلحتك آآ بصحتك آآ بيقولك انه كون انت على قد ما تقدر آآ كنت بالفترة الماضية يا برج الحمل عم بتحاول ترضي اطراف كتير آآ ساعة بدك ترضي فلان وساعة بدك ترضي فلان والشريك من جهة والشغل من جهة آآ لا بيقولك انت عبر بس عن آآ شخصيتك وعن هويتك اللي انت آآ يعني طلع الاشياء اللي جواتك لبره خلي العالم آآ تشوفها ورح ينبهروا بهاي الفترة بشخصية آآ برج الحمل آآ عم بشوفه كتير عم يهتم في حاله من بعد آآ فترة شوي اهمال آآ آآ وخاصة بنات آآ الحمل رح يغيروا يمكن لون شعرهم آآ رح يكون في تغيير بالستايل يمكن آآ آآ اكتر اشي وبيقولك كن صريح كتير مع حالك ازان اهم اشي آآ انت يا برج الحمل بهاي الفترة آآ خلينا نشوف اوراكلز آآ بيقولك انه نفس الشغلة يمكن اللي طلعت لنا قبل شوي بالورا آآ بيقولك انه الشغلة اللي كنت ترسم عليها اليك فترة آآ طويلة او حلمك آآ ممكن يتحقق بهاي الفترة ولكن آآ بدون يعني تحريك منك وآآ فعلا طاقتك بهذا الشهر طلعت لنا انه ما في اللي هو مبادرات او ما في خلينا نقول آآ وكنه يعني برج الحمل مل كتير من المبادرات مل كتير من انه يحرك هو الامور بس بالفترة الجاي رح يكون شوي جامد آآ وهذا لمصلحتك يا برج الحمل لانه ازا حكيت رح تسعل ناس كتير فشايف آآ يعني كروت حلوة عم بيقولك آآ انه انه انك تتغلب على اي اشي والشي اللي انت بدك يا اللي قلنا عنه اللي آآ عم تحلم فيه الى فترة آآ طويلة ممكن كتير انه يتحقق بهاي الفترة خلينا نشوف نصيحة لبرج الحمل بهاي الفترة عم بشوفك يا برج الحمل آآ عم آآ او هو بنصحك آآ الورق انه اتجمع معلومات انه تقوي السكيلز اللي عندك اياهم آآ يمكن بخصوص المشروع الجديد اللي قلنا عنه بده ينفتح او بدك تفتحه او آآ شراكة ممكن تفكر فيها آآ رح تتبلور بهاي الفترة ولكن بيقولك علشان تكون انت على اتم استعداد آآ على يعني لتلقي هذا الموضوع او لعمل هذا الموضوع آآ لازم تقوي شوي السكيلز اللي عندك لازم تجمع كل المعلومات آآ اللي خلينا نقول المشروع محتاجها آآ وكمان انا شايفة بالورق فيه شريك بالعمل او فيه شخص ممكن تشتغل معاه آآ مو شرط اتنين تفتحه شركة ممكن تكونه على نفس البوزيشن بالشغل آآ الجديد اللي قلنا عنه فآ او بالقديم حتى آآ فبيقولك انه جمع معلومات كمان عن هذا الشخص آآ لانه يعني فيه شغلات رح تكون مخفية عن فحاول انك آآ تدور على على اكتر آآ يعني معلومات ممكنة آآ في هاي الفترة نشوف بقولك علشان تاخد آآ قراراتك اسأل نفسك آآ شو اكتر آآ طريقة ممكن انك توصل فيها لا آآ الغرض آآ الالهي او خلينا نقول آآ آآ انت عم تكون شوي بعيد يا برج الحمل عن آآ الغرض الالهي من وجودك آآ 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 يعني ربنا لكل شخص آآ باعته آآ فيها الدنيا يعني علشان يعمل رسالة معينة احيانا بيكتشفها الشخص وبيعملها فعلا آآ واحيانا بيعيش الشخص وبيموت وما بعرف شو هاي الرسالة اللي مطلوب منه انه يأديها او الغرض الالهي فبيقولك فكر في هذا آآ الموضوع يمكن من ناحية آآ ممكن انك آآ تساعد الناس ممكن ازا عندك آآ خلينا نقول قفت آآ من ربنا انه آآ تشاف الناس او تسعد الناس آآ قوم بهذا الاشي بيقولك بس ركز على هذا الغرض اللي انت اساسا مخلوق علشانه يا برج الحمل آآ ما تضلك يعني كتير مشغول في امور الحياة الامور اليومية والآآ والحياة اليومية كون خلينا نقول آآ شوي تعود مع حالك آآ تعرف آآ كيف تسمع لعقلك الباطن شو بيطلب منك آآ شو انت بتعطي شو وهو بيعطيك فهون عم بيقولنا كمان انه افرح آآ انبسط آآ كيبت كيرفول آآ كالرفول آآ يعني بيقولك يعني يخلي العالم من حواليك ملون آآ افرح انبسط بكفي الحالة اللي انت كنت عايش فيها اليك فترة آآ والعزلة اللي بتحاول هذا الشهر انك تنعزل آآ رح تحاول انك تنعزل في هذا الفترة لانه طلعتنا طاقتك آآ يا برج الحمل آآ عم بتحاول انعزال فبيقولك لا آآ بالعكس آآ خليها كلها الوان آآ من حولك والحياة حلوة رح تكون فآآ آآ لا ما ما بيحتاج انه تنعزل يا برج الحمل كون آآ على تواصل مع اللي حواليك آآ اللي حواليك هم اللي رح يخففوا عنك وخاصة آآ الشريك لو كان في آآ شريك بقولك الاشياء اللي انت حضرتها او عملتها او تعبت عليها من آآ قبل آآ رح تكون الاوتكم او آآ آآ الوفرة آآ رح تكون موجودة في الفترة الجاي نتيجة آآ ثمار هذا الاشي اللي انت تعبت علشانه آآ طبعا هذا الاشي ممكن يكون على اي صعيد يعني مو شرط يعني ممكن عاطفة عمل كزا آآ كل واحد بيعرف اكتر بآآ ظروفه لكن بيقولك النتائج رح تشوفها آآ بهاي الفترة وشايفيتك طالع فوق عند الامار وآآ يعني حياة ملائكية رح تكون هاي الفترة آآ ان شاء الله يعني كل الورق آآ طلع حلو لبرج الحمل فما في داعي آآ للزعل يا برج الحمل ولا الانعزال ازا كنت ناوي تنعزل فبالعكس الورق بيقولك ما تنعزل لانه احلى الفرص ممكن تجيك هاي الفترة شفنا فرص فيه بالعمال آآ بالعاطفة شفنا الصحة حلوة الحمد لله فما في ابدا يعني آآ مبرر انك تكون زعلان الا ازا كنت نكدي الا ازا انت كنت آآ عم بتدور على آآ الزعل هاي الفترة بيقولك انه رح تلاقي الوضوح اكتر بالهدوء يعني حاول تخلق جو شوي هادي من حواليك آآ زي ما قلنا قبل شوي آآ حاول آآ تخلق آآ جو من التسامح آآ سامح هاي الفترة يا برج الحمل شفت انه فيه بالقراءات الماضية في ناس غلطوا في حقك وكزا فبيقولك انه التسامح هو آآ الحل ازا آآ بينصحك بالهدوء والتسامح والنقاش بخلينا نقول بآآ بروية بدون اننا نعصب آآ احنا بنعرف برج الحمل شوي منفعل شوي عصبي فهاي الفترة لا بنصحك انه آآ الامور عشان تتوضح قدامك آآ والحقائق آآ تظهر والاوهام آآ او الاكاذيب تنكشف لازم انت تكون كتير هادي ازا كنت عصبي على العكس تماما ما رح تكتشف اشي ولا رح آآ يكون فيه فرصة حتى انك آآ بيقولك وكأنه بيقولك اعمل اعمل حاول انك آآ تخلق اجواء هادية آآ من حواليك الامل موجود وبرضو هذا الكارت يعني خلينا نقول آآ فيه كتير امل فيه كتير تواصل روحي رح يكون بينك وبين اشخاص معينين يعني ترابط آآ روحي آآ رهيب وازا بعتت آآ مسجات آآ او تخاطر او مسجات روحية رح توصل آآ كتير منيح في هادي آآ الفترة اخر شي لبرج الحمل بيقولك خليها على الله يعني اترك الامر اطلقها من آآ من تفكيرك من طاقتك طاقتك عم بتكون شوي منخفضة هادا هاي الفترة فبيقولك آآ يعني وكأنك يا برج الحمل عم بتشيل كل الهموم او فيه احمال كتير او مسؤوليات كتير على راسك فبيقولك اتركها على الله وهي بتنشي لحالها والكروت كلها مبشرة فلشو لشو الزعل ما في داعي انه نزعل آآ وعشان ترفع طاقتك آآ يبرج الحمل آآ بدك آآ بدك آآ خاصة يعني ممكن يكون كمان باجواء الطبيعة ممكن تكون آآ حلو كتير آآ لإلك بهاي الفترة آآ ممكن اللي هو التخاطر مع الحبيب رح يفيد كتير حتى التخاطر مع اشخاص آخرين على صعيد العمل ممكن انه يفيدك وممكن انه آآ تحصل من ورا على فوائد آآ معينة آآ هاي الفترة رح يكون في عندك صفاء دهني خلينا نقول ب بشكل آآ رهيب بشكل كبير آآ ممكن انه تستغل هذا الموضوع في انك آآ ترسل مسجات روحية للاشخاص اللي بدك اياهم وليكن مسؤول في العمل آآ او الشريك او ايا كان آآ وهاي المسجات رح توصل لانه طاقتك رح تكون كتير آآ هادية رح تكون عكس ما كنت آآ او عكس طبيعتك آآ يا برج الحمل عكس طبيعتك رح تكون بالفترة الجاي او انت رح تحاول تكون عكس طبيعتك لانه يمكن لانه شفت انه طبيعتك الاصلية او آآ كيف انت بتتصرف آآ ما عم يجي بالك النتائج اللي بدك اياها شايفيتك عم بتحاول تتغير شوي بتفكيرك آآ وبالامور اللي كنت تفكر فيها بخلينا نقول باتجاه واحد بطريقة واحدة هلأ عم بشوفك بتفكر بالموضوع بطريقة وتنتين وتلاتة وآآ اربعة فكروت كتير حلوة لبرج آآ الحمل اكتر شي الطاقات آآ اللي مبينة عندي ترابية آآ مائية نارية هدول اكتر وبرضو فيه هوائية يعني كل الابراج لكن اكتر هم آآ المائية والترابية المائية والترابية هم اكتر اشي آآ مبين وبرضو فيه هوائية خلينا نقول بنفس القدر آآ فاللي عم تتعامل معاهم اكتر اشي عم يكونوا من هذا من هاي الطاقات آآ على فكرة يا جماعة الطاقات يعني مو شرط تكون برج الشخص الطاقات ممكن تكون طاقتك انت يعني طاقتك آآ ممكن احيانا انت تكون حمل آآ طاقتك تكون في فترة من الفترات هوائية آآ عم بتكون مزاجة شوي عم بتكون مبدع شوي عم بتكون يعني صفات الابراج الهوائية فالطاقة مختلفة شوي عن الابراج آآ بس ممكن تاخدوها طبعا كبرج فالطاقات اللي ظهرت معانا